أقول لكم على خبر كمان غريب شوية تخيلوا أنه في جمعية خيرية نظمت دورة تدريبية بعنوان مهارات اختيار الزوجة الثانية هدفها من اسمها أو التعريف بالطريقة المثلة للزواج من الزوجة الثانية وأعلنوا عن هذا الموضوع وسببت ردة فعل مجتمعية كبيرة أدت إلى إلغاء الدورة ليش؟ ليش؟ أنت متأكدة أنها جمعية خيرية ريم متأكدة أنها جمعية خيرية يعني تسمي خير في مين أنا هذا السؤالي بما أنه النية موجودة وفي واقع يقول أنه في رجال كثير بيتزوجوا الزوجة الثانية إذن خليهم يتزوجوا بالطريقة الصحيحة خليهم يتعلموا الصح من الغلط إذا كان فيه أكيد الدورة هذه هل رح تعلمهم كيف اختيارها بناء على إيش؟ إيش الأسباب اللي عندك؟ ليش أنت تبغى تتزوج؟ إمكان كان هذا هو الغرض لتوعية أكثر ممكن الرجال لما يحضر الدورة حيبطل حيقول لا والله أنا ما عندي هذه الأسباب كلها أو ما في داعي يكتشف أنه ما في داعي والله زوجتي وامتاز أو ممكن كانت هي حيلة يخليهم يحضروا الدورة هذه ويكتشفوا أنها توعية عشان لا تتزوج على مرة والله ممكن صح؟ مو غلط فإذا كان هذا هدف الدورة ريم أنا أصوت أنه الدورة تقام أما إذا كان العكس ترويج اللي هو ترويج للزوجة الثانية والثالثة أو أي أن كان فأنا مع أنهم ألغوها الصراحة عموما أخبارنا كانت اليوم غريبة وجميلة في نفس الوقت كالعادة رح نطلع هذا الفاصل القسير ومبعدهم مكملين كل الفقرات